السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة الصف الثاني الاعدادي ان شاء الله نهاردة هنتكلم عن موضوع التشابه سبقوا عند دراسنا موضوع التطابق والتطابق بين شكلين لازم تميز بين التشابه وبين التطابق التطابق بين شكلين ده معناه ان الشكلين زي بعض تماما في كل حاجة نسخة تبقى لأصل ما تقدرش تفرق بينهم هما الاتنين اما التشابه فممكن يكون فيه ابن بيشبه ابوه مع انه مش فطوله ولا في سنه ده حاجة تفرق بين وهناك وبين التطابق وبين التشابه وبين الشكلين عايزين نعرف لو لحنا عندنا مضلعين بالشكل مثل نقدر نقول ان المضلعين دول متشابهين ام كيف نقدر نحكم ونقول على مضلعين ان هما متشابهين عشان يتشابه مضلعين انهم يجب يتحقق شرطين علشان يتشابه مضلعين انهم يجب يتحقق شرطين اول شرط ان تكون الزوايا المتنظرة即 Про في القياس ومعنى الكلام دوت ان كل زاوية في المضلع الاولاني يساوي الزاوية المتنظرة لها في المضلع يعني الا ان قياس زاوية الف بيساوي زاوية س وقياس زاوية به بيساوي قياس زاوية صاد وقياس زاوية جيم بيساوي قياس زاوية عين وقياس زاوية دال بيساوي قياس زاوية لام ده معناه ان الزاوية المتنظرة متساوية ده اول شرط المفروض يحصل علشان اقدر اقول ان المضلعين دول متشابهين. ان الزواءة المتنظرة تكون متساوية. ده شرط ان تكون الاضلاع المتنظرة مش متساوية بقى بص متنازبة. طبعا احنا خدنا التناسب قبل كده وعرفنا ان التناسب هو تساوي بالنسبتين او اكتر. يعني ايه الاضلاع المتنظرة تكون متنازبة? يعني لو بصينا قدامنا كاف الشكلين دول. احنا شايفين ان الدرع سين صد ده? الدرع المناظر ليه هناك اللي زيه يعني هو الدرع الاف به. والدرع الاف ده الدرع المناظر ليه هناك هو الدرع معنى ان الاضلاع المتناظرة تكون متناسبة. يعني لما اقسم الدرع ده على نظيره هيطلع الناتج نص. طب لما اقسم الدرع صد عين ده على نظيره برضو الناتج نص. ولما اقسم الدرع لمعين على نظيره خمسة على عشرة برضو نص ولما أسم الضرع سين صد على الضرع المناظر ليه اللي هو ألف به هيطلع برضو نص فطالما أنا أسمت الضرع سين صد على ألف به طرع نص وصد عين على به جيم طرع نص وعين لام على جيم دال طرع نص وسين لام دال ده ما يحدث من الأضلاع المتناسبة يعني لما أسمت الضرع على نظيره هو هو أسمت الضرع التاني على نظيره طرع نفس الناتج لما أسمت الضرع التالت على نظيره طرع نفس الناتج لما أسمت الضرع الرابع على نظيره يبعى علشان يتشابه مضلعين لازم يتحقق شرطين لازم الزوائع المتناظرة تكون متساوية زي ما قلنا بالمنظر ده ولازم تكون الأضلاع متناثبة زي ما قلنا بالمنظر ده لو حصل الشرطين دول بقدر أقول ان المضلع الأولاني يشابه المضلع الثاني المضلع الأولاني ألف به جيم دان الرمز دوت اللي هو كنا بناخده في التقريب كده بس من غير شرطة اليساوي معناه يشابه فالمضلع ألف به جيم دان كده يشابه المضلع سين صادعين لام ولازم تراعي ترتيب الحروف زي ما كنا بنراعيه في التطابق بالزبط يعني لو بدأت بأول حرف وقلت ألف لازم يكون أول حرف هناك نظيره نظير ألف اللي احنا قلناه نظير ألف مين سين لو قلت تاني حرف به لازم يكون تاني حرف صاد فكان نظيره به زاوية صاد وهكذا ده اللي انت مفروض تبقى فهمه عن تشابه مضلعين عايزين يا رب بقى انت نقدر نقول على المسلسين ان هم متشابهين احنا عرفنا كده المضلعين ازاي بيكونوا متشابهين المسلسين بقى ازاي نقدر نقول ان هم متشابهين علشان يتشابه المسلسين يكفي حدوث شرط واحد بس من الشرطين دول علشان يتشابه المسلسين يكفي حدوث شرط واحد فقط من الشرطين دول يعني لو انت عرفت تثبت في المسلسين ان الزوايا المتناظرة متساوية انت كده أثبت ان هم متشابهين لو عرفت تثبت ان الاضلاع المتناظرة متناسبة انت كده استنتجت ان المسلسين متشابهين فيكفي وجود شرط واحد بس من الشرطين دول علشان اقدر اقول ان المسلسين متشابهين ولازم تبقى فاهم نقطة زي دي انا باستنتج ايه بنستنتج ايه لو حد قال لي ان المسلس الف به جيم يشابه مسلس داله هو انا باستنتج ايه باستنتج الحاجتين اللي احنا قلناه طالما انا قلتلك ان المسلسين دول متشابهين او انت قدرت تستنتج ان المسلسين دول متشابهين بتستنتج ان الزوائل المتناظرة متساوية وبتستنتج ان الاضلاع المتناظرة متناثبة لو عرفت ان المسلسين متشابهين بتقدر تستنتج ان الزوايا المتناظرة متساوية وان الاضلاع المتناظرة متناثبة بستنتج ان الزوايا المتناظرة متساوية يعني استنتج ان زاوية ألف بتساوي زاوية دل واستنتج ان زاوية به بتساوي زاوية هي واستنتج ان زاوية جيم بتساوي زاوية واو واستنتج ان الاضلاع المتناظرة متناثبة يعني الضرع ألف به ما تقولش بيساوي دا اله ألف به على دا اله هيساوي به جيم على هه واو هيساوي ألف جيم على دا الواو معنى أننا أستنتج أن الأضلع المتناظرة المتناظبة يعني أستنتج أن الضرع الأول ألف به على نظيره اللي هو دا اله هيساوي الضرع الثاني به جيم على نظيره اللي هو هه واو هيساوي الضرع الثالث ألف جيم على نظيره اللي هو ده الواو تعال اشوف مثال كده يا فاهمك الموضوع ده احنا بنفكر فيه ازاي مسألة زي اللي قدام بيقول لي اثبت ان المثلث ألف دال هي الصغير ده بيشبه المثلث الكبير ألف به جيم احنا اتفقنا عشان نثبت ان المثلثين متشابهين يكفي شرط واحد بس لو عرفت اثبت ان الزوايا المتناظرة متساوية يبقى انا كده اثبت ان المثلثين متشابهين قال لي ايه في المثال دوت قال لي ان داله بيوازي به جيم وانا عايز اثبت ان المثلث قال لي اثبت ان المثلث ألف داله يشابه المثلث ألف به جيم فبفكر عشان اثبت ان ألف داله يشابه ألف به جيم هل اقدر اثبت ان الزوايا المتناظرة متساوية لو عرفت اثبت ده يبقى انا اثبت ان هما متشابهين واحد يقول لها مستر ده في توازي ده داله بيوازي به جيم طب ما أنا كده أستنتج أن الزاوية دي أد الزاوية دي بالتناظر حرف الف مقلوبة هو قدامنا هو وخدنا قبل كالتوازي وعارفين يعني ايه زاويتين متبادلتين ويعني ايه زاويتين متناظرتين فبسبب التوازي اقدر استنتج ان الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتناظر واقدر استنتج ان الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتناظر برضو يعني كده لقيت ان في زاويتين في المسلس الصغير الف ده ادي زاويتين في المسلس الكبير اللي هو مسلس الف به جيم لديت الندال في الصغير أدى به في الكبير وهي أدى G غير زاوية وحدة هنلاحظ أنها يتقالف هل تقالف من زوايا المثلث الصغير وهنلاحظ زاوية من زوايا المثلث الكبير فأقول أنها زاوية مشتركة وك nerede زاوية وبكذا تلت ثلاث ذاوية northern mercs الصغير كادت ثلاث ذاوية بتوع المثلث الكبير هذا يسبت أن المثلثين دون متشابهين يعني أقدر أقوله بما أن دال هه بيوازي به جيم هستنتج أن قياس زاوية هه بيسوي قياس زاوية به وهستنتج أن قياس زاوية ألف هه بيسوي قياس جيم وهقوله علشان زاوية ألف مشتركة أنا هستنتج أن المسلس ألف دال هه يشابه المسلس ألف به جيم وده هو المطلوب الأول المطلوب الثاني هو عايز طول دال هه في مسائل التشابه بمجرد ما بتثبت ان المسلسين متشابهين وتكون طالب منك اطوال بتستنتج من التشابه ان الاضلاع المتنظرة متنسبة احنا زي ما اتفقنا لو عندنا مسلسين متشابهين نقدر نستنتج المعلومتين دور فلما يكون طالب مني اطوال في المسألة بعد منثبت ان المسلسين متشابهين لازم استنتج من التشابه ان الاضلاع المتنظرة متنسبة يعني هنا أنا بعدما أثبت أنه دايه شابه ده هقدر أستنتج أن الضرع ألف دال على نظيره اللي هو ألف به أهو بيساوي الضرع دال هي على نظيره اللي هو به جيم كتبت الكلام دوت وهعوض بس بالأطوال اللي قدامي يعني الضرع ألف دال مدهولي قدامي ب2 سنتي كتبت ألف دال 2 الضرع ألف به اللي هو ألف به اللي هو ده كله 2 و 3 5 سنتي كتبت ما كانه 5 الضرع دال هي هو المطلوب الضلع به جيم 10 سنتي عوضت عنه 10 سنتي عشان اجيب طول ده بالمص هيبقى 2 في 10 على 5 هيطلع ده بيساوي 4 سنتي